موسيقى بمجموعة من الطبيقات اللي أنا حقاكت كنجيلها كيفاش أنه كانت تسجيلات اللي كانت تشرف علي أبو عشرين كيف كانت تنتقل من يعني من القرص الصلب إلى بمجموعة من الأجهزة الأخرى تلقائيا وعادك هو كي إلا بغى يزول شي حاجي يزوله وإلا بغى يخليها يخليها يعني كما قلت الموقع الصحفي الأخر بأنه سيدوا كل عام بشات لقات كوين تقني في الأمور كاملة يعني حتى باش نفهموا الخبرة ديال الدركة المالكية يخصنا مشيوا مشيناك نسولوا بعض الإخوان تقنيين باش يوريونا كيفاش أنه هذك الوسائل التقنية كيفاش أنها نقلت ديكسور وكيفاش نتاقلت وكيفاش تم الحفاظ بياه وشنو يا البزرد للحويج باشي بشكس طحي إذن هو مشا الوسائل الإثبات وكذلك خرج حتى وسائل الإثبات بما تصريحة ديال متهم أثناء النقاش وبنا كذلك وأعتمت كذلك على واحد ووسائل أخرى وهو القاضي كيف يقتنعه صاميميا بالجريمة وبارتكاب المتهم للفعل الجرمي يعني بتناسق ديالتصريحات بالإضافة إلى الوسائل العلمية لا والمدخرة ديالسي الوكيل العام يعني باعتباره يعيش الملف منذ البداية والإشراف فكلها كانت لحظة القوة أي كلام عنده فهو تي تيوصل الفعل الجرمي للقناعة المحكمة كيوصله بالوقائع ووسائل الإثبات بمنا أننا الآن إحنا يا كاريج القانون رفرصنا نصوص القانونية يكفي أننا نتكلموا على الوقائع وعلى وسائل الإثبات ولكن نحن نتكلموا على الوقائع ويقول كذا وكذا إذا هذه الوقائع تنطبقوا على هذا النص أو لهذا النص ينطبق على الوقائع يمكن غير رجال القانون تحتاجوا أننا سنصدروا الوقائع ووسائل الإثبات أننا نتكلموا على النص القانوني ولكن نحن الآن تقريباً وصلنا للمرحلة الأخيرة هي أنه يتكلم على النصوص القانونية وسيطبقوا على الوقائع أنا نتنقل بأنه فيعلان أنه كيش يرحضات لي ما صبرش في هالمتهم كذلك وناطك يحتج على سيد الوكيل العام وكذلك احتج أستاذ زيان احتج على النياب العامة فاش جبد عفاف برناني وقال لي بأنها غيرت أقوالها بسؤنية ناطك يغوت وتحتج لا ما غيرتش بسؤنية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر